صباح الفل بتاعنا نعمل مع بعض بلح الشام النهاردة كل تكاتب كل مقاديره بتاعنا نعمله بطريقة حلوة وأعرفكم ازاي ان هو بيطلع مقرمش معي وزي ما انتم شايفين كده احلى من الجاهز جميل جدا وطعمه حلو بلح الشام كلنا بنحبه بيفكرنا بأيام رمضان بتاعنا نعمله النهاردة واقول لكم على طريقة الشربات بتاعه بيتعامل ازاي شايفين حلوة متأكد ان هيعجبكم معي اول حاجة الشربات معي على كل كبات سكر نص كبات مية لان اعزاز ايكون تقيل هتعملي كباتين سكر يبقى كبات مية هحط انا هنا لمونة اول ما يبتدي يغلط ندلي باللمونة وحط اعود قرفة صغير واسيو بقى يتقل مع نفسه ادخل انا بقى اعمل مقادير البلح الشام 3 كبات دقيق كباتين مية 6 بيضات لو هتقلي تعملي كبات مية كبات ونص دقيق 3 بيضات هتعملي نص المقدار هايزة الزودة عن كده طبعا انت شايفها المقدار قدامك هاخد طرف بس بيكينجي بودر صغير عندي معلقتين نشا انا نخلاهم مع الدقيق لان انا بحب انخله فحط معلقتين النشا معاه معلقتين نشا معاه معلقة السمنة كبيرة زي ما انتو شايفين عشان اعمل مقدار كبير مقدار صغير خلي المعلقة السمنة صغيرة شوية او معلقة ونص من معلقة الاكل اللي بتاكل بها اول ما تبتدي السمنة السيح هنزل بالمية عليها اول ما المية تبتدي تغلي كويس هنزل انا بالدقيق دي اهم خطوة عندي في البلح الشام ان انا بسوي الدقيق كويس ما بسيبوش كده ما بقلبوش بس واسيبو في ناس تقلبو تقلبتين واتطلعو خلاص لازم اسوي كويس هوريك اسوي ازاي حتى سنة صغيرة قوي من بيكنجي بودر ممكن ما تحطش برضو البيت كافي هقلب كويس واسوي الدقيق ده في النار كويس جدا ما خليش فيه اي حاجة اي دقيق باين كده هوريك دلوقتي اما يستوي هتلاقي الشكل اعمل ازاي هفضل اقلب فيه كويس جدا حد ما ادي اي ده يخطفي خالص ده اهم مرحلة بعملها التسوية بس كده هو خلاص استوي معي زي ما انتو شايفين الشكل هو عامل ازاي عجينة متماسكة هسيبها تبرد بقى في مكان او ممكن انا عشان مستعجلها بردها هنا انت تسبيها تبرد عادي عادة تعملها في المضرب برديها عادي انا هبردها كويس قبل ما احط البيت البيت عشان ما البيت ما ينفعش ينزل على وهي سخنة عشان ما يستويش طبعا هنزل بالبيت بقى واحدة واحدة كل ما تتحط بيضة لو هتقلب اي ديك هتلاقي البيضة بيتخلي العجينة تفك معاك زي ما انتو شايفين كده دي ما تقلقش منها طبعا لان هي كل ما تفك شوية هتمسك تاني هتمسك نفسها تاني فمع كل بيضة العجينة بتفك معايا فما خافش منها خالص هفضل اقلب ابتدت تلم معايا هي التاني تحط البيض وتقلبي على طول طبعا حط الفانيليا على البيض متنسوش الفانيليا هقلب كويس جدا لحتى ما تبقى عجينة متماسكة وتبقى فيها تلزق شوية نبتد بقى نحمرها المفروض بقى هنا الزيت يبقى بارد جدا ما هو اللي بتدت تتحمر لان انا بصور الزيت بارد جدا تنزلي به وبعد كده تخلي النار هادية شوية بعد ما يتحمر بقى اللون هوريكم اللون اللي انا عاوزها للوقت دا القمع البدائي بتاعنا كلنا اللي احنا متعودين علي اللي بنعمل فيه عندك بقى الكيس الحلواني هيسهل عليك طبعا مهم المتاح عندنا احنا بنعمل به ما نعطلش نفسينا عشان حاجة هقلب فيه بقى ايدي فيه على طول كده وبحاول ما خليش التصم لي انا عشان هتدي له فرصة طبعا اقلب فيه براحته انا بحاول بحب بخلي اللون بتاعه اكتر متذهب شوية يعني اغمق متذهب شوية دا اللون بتاع المحلات اللي بتشتريه اهو بيبتدي يتحمر معي بقلب على طول كده عشان يبقى كل لون واحد اهو بيبتدي يتحمر معي بعد ما خلص الطاصة دي بقى واطلعه بحطه في الشربات على طول الشربات لازم يكون بارد بدرجة حرارة الغرفة فانا بعمل الشربات قبله وبسيبه ايه برد كويس شايفين دا اللون اللي انا بحبه هو غامق على فكرة بس هو الكاميرا مفتحة شوية اكمل بقى بقيت الكمية بس انا شلت طبعا الطاصة سيبتها تبرد خالص عشان ما ينفعش انزل بالدور التاني على زيت صخ لان دا بيعمل رغوة كتيرة جدا اللي الناس بتشتكي منها لو حطت البلاح الشام على زيت صخ هيملط طاصة رغوة شايفين لونه وبعد ما يملها رغوة طبعا هيطلع معجل من جوا مش هيطلع مستوحل وزي بتاع اللي بتشتريه من بره بالزبط وطعمه احلى كتير يا ربي يعجبكم ما تنسونش بقى باللايك والشير والسبسكرايب للقناة اشوفكم بها في فيديو جديد اشتركوا في القناة